موسيقى بيقابلنا ليه الله بيسمح له بعمل كل هذه الأعمال الشريرة مع العلم أن الله بيحب كل البشر ولا يريد أي أذى فليه لو هو الأقوى ما يمنعش هذا الأذى ويريحنا وربنا يبرك صدقين أنا موافق معاك يا أخت نهال الطبيعة اللي فينا بتقول طب ما خلاص نرتاح من هالشيطان ويجي الرب ويريح العالم من أعماله الشريرة وأعماله المظلمة الله محبي هاي طبيعة الله ومحبة الله لا تتغير اليوم أختي نهال كنت بحكي مع حد من الستاف أنه إحنا وصلنا لوضع في هذا العالم المناخ الروحي كله تسمم المناخ الروحي كله تسمم في دولنا ومرات منحس أنه ما عندناش القوة حتى نصلي وبتشوف في مبادرات ومحاولات أنا لكن بأعتقد الأمر بيحتاج على الصعيد الكنسي عالميا عالميا أنه تبتدي تتحرك وعطيت الفكرة أنه كوريا الجنوبية كانت بلد كانت يعني شعب وثني وعنده عبادات كتير منها البودية ف لكن واحد ابتدى يصلي واثنين بلد شو يصلوا وثلاثة وعشرة وألف وألفين اليوم في ملايين عم بيصلوا في داخل كوريا غيرت الأجواء المتسممة بالأرواح الشريرة لكن حتى الشيطان بتمم مقاصد الله فلازم ندرك أنه الشيطان محدود وأنه الكلمة الأخيرة مش للشيطان وأنه الله أعطانا سلطان مثل ما ذكرت أنه المسيح نزع الأسلحة وأنه الكتاب يقول إذ محى السك اللي علينا من فرائد مكتوب عنه إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه فالمسيح انتصر على الشيطان انتصار كامل فإحنا منتصرين وهي الغلبي من شانك ومن شان عشان نستخدم هذا السلطان لكن للأسف إبليس كأسد هو ما هواش الأسد الأسد من صبتي هو ذا ويسوع كأسد كالتشبيه مالوش أسنان لكن عم بيخوف الناس وعم بيخدع الناس لكن في نفس الوقت عم بيثبت الشيطان عم بيثبت وجود الله وعم بيثبت حضور الله وعم بيثبت صلاح الله وعم بيثبت شيء اسمه محبة شيء اسمه خير شيء اسمه صلاح شيء اسمه جود وهذه بالمقابل اللي منشوفها كل الشر بشر وازدياد الشر هو تأكيد لكلمة الله لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين وإن أمكن في آخر الأيام وإن أمكن سيضل المختارين فإذن حتى الشيطان يستخدم لتتميم مقاصد الله وخلينا أذكرك أختي نهال تتذكر لما أخرج شياطين كتيبة كاملة ألاف شياطين من لاجئون في مرقص إصحاح خمسة طلبوا إذن طلبوا إذن وأذكرك أن الشيطان طلب إذن من الله لما تكلم عن أيوب ضد أيوب أخذ كل ممتلكاته وقال له آه بس أوعك تمس نفسه يعني فيه محدودية للشيطان وأنا آمن أنه الإنسان لما عيون بتتعلق في يسوع المسيح بيكون عنده الحل ترجمة نانسي قنقر